اشتركوا في القناة في برنامجكم الإخباري زوم سبور البداية بالمباراة التي ستجمع بين فريقي الوداد الرياضي واتحاد العاصمة الجزائري بداية من الساعة الثامنة مساء بمركم محمد الخامس بالدار البيضاء المباراة تندرج ضمن دوري أبطال إفريقيا فريق الوداد الرياضي يطمح من خلال هذه المباراة في حصد النقطة الثلاثة لهذه المواجهة من أجل حسم التأهل إلى الدور الموالي في انتظار مباراة الأخيرة أمام ساندونز بجنوب إفريقيا فريق الوداد الرياضي كما قلت يدخل بجل عناصره لهذه المباراة كما سيكون بإمكان المدرب دوس عبر إشراك اللاعب كمارا في هذه المواجهة كما قلت التي ستجرى بمركب محمد الخامس بداية من الثامنة ليلا ومن المحتمل أن يعرف مركب محمد الخامس حضور جماهير غفير كالعادة من جانب جماهير الوداد الرياضي التي لبت النداء وهناك جماهير غفيرة ستكون في هذه المباراة خاصة أن تداكر المباراة حتى الآن تم بيعها بالكامل فريق الوداد كما قلت يدخل بجل عناصر لهذه المواجهة والكل عازم من أجل تحقيق الفوز نستمع لإبراهيم النقاش عميد فريق الوداد الرياضي ويتكلم عن هذه المواجهة المقابلة سيغتوف في أدوار عثمة الأبطال أي مقابلة رأيها وتتكون صعيبة هذه المقابلة هذه ممكن الحمد لله الحظ بجانبنا أننا نلعبوها في الميدان ديالنا من الجماهير ديالنا اللي ترغمنا أننا خسنا نحصل على ثلاثة نوقات باش تخلينا ندوزول الدور الموالي إن شاء الله بدون أي مشاكل المقابلة نعرفوها أنها غا تكون صعيبة لأن الخصم توا غادي يبغي نعش الحضوط ديالو ولكن هاتشي ما يخليناش أننا نحنا نكونوا مستعدين باش أننا نحصلوا على ثلاثة نوقات أمام الجماهير ديالنا وفي الملعب ديالنا باش ندوزول الدور الموالي إن شاء الله بدون أي مشاكل لباش نخليه المقابلة الأخيرة إن شاء الله تكون غير شكليا إن شاء الله بحول الله للإشارة ففريق الوداد الرياضي يحتل المركز الثاني في مجموعة بست نقاط خلف فريق ساندونز من جنوب أفريقيا الذي يحتل السدارة بعشر نقاط فيما المركز الثالث يحتله اتحاد العاصمة بنقطتين رفقة فريق بيترواتليتيكو الأونغولي المباراة للتدكير ستجرى بمركم محمد الخامس بداية من الثامنة ليلا ودائما بخصوص مباريات دوري أفطال إفريقيا فريق رجال رياضي بتونس من أجل مواجهة التراجي التونسي الفريق الأخضر وصل أمس إلى تونس واليوم سيجري أول حصة تدريبية وأخر حصة تدريبية قبل المواجهة في توقيت المباراة بيرادس فريق رجال رياضي يطمح من أجل أن يعود بالنقاط الثلاث من هذه المواجهة كما قلت بأن فريق رجال رياضي سيجري أول حصة تدريبية له مساء اليوم بالملعب الذي سيحتضن المباراة تراجع في المركز الثاني خلف التراجي التونسي بسبع نقاط استدرى لتراجي بعشر نقاط فيما شاببة القبائل الجزائر بأربع نقاط وديل الترتيب يحتلوا فريق فيتا كلب الكونغولي بنقطة وحيدة ومن دوري أبطال إفريقيا لكأسة الكونفيدرالية لإفريقيا لكرة القدم النهضة البركانية يواجه جوبي البنيني يوم الأحد بداية من الثانية بعد الزوال نهضة البركانية للتذكير في صدرة المجموعة رفقة فريق موتيمة فيما المركز الثاني خصم والنهضة البركانية المقبل زاناكو بست نقاط فيما المركز الأخير لإجوبي البنيني وحسنية أقادير يرحل أو رحل لمواجهة فريق النينبا نيجيري المبارسة تجرى يوم الأحد بداية من الخامس مساء حسنية أقادير الذي يسير بخطة تابتة بدوري أبطال إفريقيا وفوز أخير على الدفاع الحسني الجديد في البطولة الاحترافية لكرة القدم يجعل اللاعبين في أتم الاستعداد لهذه المواجهة إذ يحتل السدرة بعشر نقاط فيما أني باب بست نقاط وباردو بأربع نقاط في المركز الثالث فيما المركز الأخير سان بيدرو بنقطتين للإشارة فمؤخرا انفصل فريق حسنية أقادير عن مدرب محمد فاخر في انتدار من سيتولى تدريب الفريق وحتى الآن يقوده مصطفى أشريف ونواصل أخبارنا بالبطولة الاحترافية لكرة القدم الأولمبيك آسف يفوز على اتحاد طنجة بهدفين لهدف وحيد ويعمق جراحه في المركز الأخيرة في البطولة الاحترافية لكرة القدم فوز أولمبيك آسف ينعيش حضوده من أجل أن يرتقي في صبورة الترتيب وعقب المباراة شاند ميعي أدلى بتصريح في الندوة الصحفية على أنه يقدم استقالته من تدريب الفريق الطنجي نستمع لتصريح شامد ميعي بخصوص هذا الأمر مالوروزمو يعني مارغريلي كونترانت ونظر للي كونترانت شكراك مستطع سمعت إذا كان نفس الفريق أرضي فإلى هذا مستطع ناش نلقى واحد توليفة مناسبة برجال مباراة اليوم بتلخيص وبعجالة شكراك جاسب من ريسبونسابيليتي لأنه برجال مباراة اليوم في الشوط الأول يعني غير مسبوح بها في دور الدرجة الأولى تتعاقب يعني في الحال تنتحن نسؤليتي يعني أنني تنقول خطأت ربما في الشوط الأول ولكن تبال فرق أنه في جميع المباراة وليس لنرى أنني من أحاول أنني أتدرسي وليس لن تتعاقب ليس لتحقم عن كتبات وليس لأنني أشترك وليس لأتدرسي ومتع ربما أحضر من أشعر وأعتقد أنني أتدرسي لأنني أتدرسي وليس لأكون مستطع ويجب أنني أتدرسي أعطر من المدوعة لأجراء اليوم هذا من جانب بيت حطانجة أما من جانب أولمبيكا سفيفة محمد القيسر مدرب الفريق تكلم عقب المباراة على أن الفريق يعاني من كثرة المباراة والمشكل في البرمجة لنستمع لهذا التصريح وبعد ذلك نعود نظر بأن البرمجة كانت قاسية لنا تجري ثلاث مباراة في أسبوع وبعد ذلك تجري مباراة يوم الاثنين مع فريق وجدة والغريف في الأمر والمباراة يجري مع الخامسة زوالا بدل الكنس تابعة يوم الاثنين مع الخامسة يعني كان شي برمجة اللي شوية كتكون شوية في غير المحل دياله الناس دون اللي كدروا برمجة كنظر بأن يكونوا شوية يرضوا البال مجموعة ديالا اعتبارات في الميدان ديالنا يوم الاثنين مع الخامسة ونختم ببرنامج البطولة الاحترافية لكرة القدم لنهاية الأسبوع يوم غد بداية من السابع مساء يوسفية برشيد يستقبل رجاء بن بلال الذي تكلم في أكثر من مرة على أنه قد لا يلعب المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية وكذلك ما يعيشه الفريق يوم الأحد بداية من الثالثة مساء نهضة زمامر يستقبل الجيش الملكي فيما الفتح رباطي يستقبل الدفاع الحسني جديد بداية من الساعة السابعة ويوم الاثنين ملدية وجدة يرحل لمواجهة أولمبيك أسا في بداية من الخامسة مساء بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامجكم زوم سبور على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء